اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الكلام اللي قاله كارلوس كيروش فيه الاخر تصريح صحفي لي اتمنى يعني فيه مثلا كده مصري قديم يقولك ايه يقولك افلحها ان صدق فاحنا بنتمنى انه يصدق عشان بالتالي يفلح فكلنا نسعد هكذا نتمنى ده الجزء الاول من حلقتنا الجزء التاني كالعادة حيكون معنا فيه فقرتين حواريتين الفقرة الاولى هتكون عن لعبة الدارتس مع يحيى عبدالقادر وهو رئيس انتحاد الدارتس وفقرتنا التانية هتبقى لطيفة قوي ده اكتر من سبب حينورنا من خلالها كبتل رمضان السيد واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين واكيد هنتكلم معا عن رؤيته للاهلي واللي حاصل في الاهلي حاليا ورؤيته للمنتخب والاهم كمان شوية نستالجيا كده حلوين يعني نرجع كده معاه بالزمن للزمن الحلو كرويا الزمن اللي كان النادي الاهلي فيه والله ومنتخب مصر على اعلى مستوى ان شاء الله تكون لقاءات لطيفة وتسعد كل حضراتكم طبعا النهاردة ان شاء الله هتكون ضربة البداية لمنتخبنا الوطني في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ان شاء الله امام نيجيريا الجميع بالفعل على قلب رجل واحد كل الجماهير المصرية ما بتقولش غير يا رب يا رب كرمنا يا رب يعني ايه نشوف ما يرضينا من خلال لقاء النهاردة ومن خلال مشاركة المنتخب عموما في امم افريقيا طبعا نأمل في تقديم اداء جيد ونأمل كمان في ان احنا نطلع بنتيجة كويسة بحظ ثلاث نقاط اللي هم الخاصين بالماتش امام منافس كبير زي نسور نيجيريا نيجيريا من الفرق التقيلة واللي ليها برضو تاريخ كرويا ويا رب ان شاء الله نشوف النهاردة اداء كويس قدامها امبارح عقد الاجتماع اللي طبعا الفني للمباراة وتم الاتفاق على ارتداء منتخب مصر الزي الاساسي طبعا الاجتماع تعمل عن طريق تطبيق زوم وفقا لاتباع الاجتماعات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا اللي للأسف الشديد انتشر بشكل كبير واقتحب مجموعة معسكرات لمجموعة منتخبات يعني فيه فرق عايز اقول لحضراتكم منتخبات عندها سبع تمن ويمكن عشر حالات ايجابية طبعا من اتمنى السلامة للجميع والشفاء للجميع وربنا يعني يحمي منتخبنا اللي الحمد لله مسحته طلعت انبارح كله سلبية لكن للأسف جاءت مسحة جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة ايجابية بنقوله ألف سلامة على حضرتك وان شاء الله ربنا يمنعليك بالشفاء في أسرع وقت ممكن كمان انبارح قدى المتخب تدريبه الأخير استعدادا للقاء نايجيليا النهاردة ان شاء الله الساعة خمسة مساء بتوقيت الكاميرون يعني ستة مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة وشارك في هذا التمرين جميع اللاعبين الستة وعشرين اللي ضمتهم او تضمنتهم البعثة حيث شهد الميران الجماعي مشاركة عمر السولية لأول مرة عايز اقولكم انه برضو بالمناسبة الكاف كان خد قرار بسبب انتشار حالات فيروس كورونا للحفاظ على يعني خط سير البطولة وعدم تعطيلها بأي حال من الأحوال القرار بيقول انه مهما زادت الحالات في أي منتخب طالما توفر في هذا المنتخب عشر لاعبين مسحتهم سلبية فيبقى الموضوع تمام ويتم لعب المباريات بشكل طبيعي جدا ويسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحدة اخصى خلال ثلاث فرص اثناء المباراة يمكن ايضا اجراء الاستبدالات فيه نصف الوقت وتغيير اضافي في حال لعب وقت اضافي في حالة غياب حارس المرمى يجب على اي لعب اخر ان يعني من الفريق طبعا ان يستبدل حارس المرمى واي منتخب يعني لا يتوفر فيه 11 لعب على الاقل يعني لازم كل فريق او كل متخب يكون فيه 11 لعب متوفرين على الاقل في بداية المباراة لو ده حصل خير وبركة ما حصلش يعتبر هذا الفريق خاسر بنتيجة 2-0 دي قرارات يعني كانت حاسمة جدا الحقيقة في هذا الاطار اللي بنتكلم فيه محاولة منهم يعني لان امور تقماشي خط سير مصبوط بحيث ان البطولة ما تتعطلش باي حال من الاحوال عفوا نروح بقى لتصريحات محمد صلاح مبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة واللي قال فيه ان المنتخب مصر ليس هو الاوفر حظا ضمن المرشحين للفوز باللقب ولكن في المقابل قال ان احنا كلنا سنبزل قصارى جهدنا للعودة الى مصر بهذا اللقب وانه بيأمل ان يفوز يعني بالبطولة لانه لم يفوز حتى الان باي بطولة مع المنتخب الفراعنة وقال طبعا ان الجماهير تدرك ان المنتخب كبير ويستطيع حصد هذا اللقب وختم تصريحاته بانه يعني حاليا هو عقله مع المنتخب ومع بطولة امم افريقيا واشار الى ان كيروش مدارب كبير واستطاع ان يصل بالفراعنة الى المباراة الفاصلة المؤدية او المؤهلة للمنديال تعالوا نشوف جزء كده من جانب من الكلام اللي قاله محمد صلاح ونرجع نكمل كلام نتفضل هذا انا شايف ان احنا بنجحس كويس الفرقة نعتبر احنا في مصر بنبني كل شوية بنبني فرقة فجبنا موجود مدرب جديد مادة اداء كويس مع الفرقة وصلنا بشكل كبير للماتش حراص وصلنا للماتش البلاي اوف اللواء الكاس العالم فاللعيبة هيدو كل مكان بتبص كيف تلاقي فيه لعيبة جديدة كل سنتين بتظهر لعيبة فأنا شايف ان الفرقة فيه سكة دمية في المية جايين نحارب ان احنا نوصل لنهاي البطولة ونأخذ البطولة ان شاء الله لكن ماقدرش اقول ان احنا مرشح الاول بس ماقدرش اقول برضو ان احنا مش هنطلع كل اللي عندنا عشان خاطر نفسينا وعشان خاطر نسعد الناس في مصر ان شاء الله نعمل حيات كويسة ونرجع بالكاس بس انا متفائل وشايف ان الفرقة عندها سكة يعني ان شاء الله لا اكيد تبساط ان انا موجود في جايسة لحسن التعبات العيبة يعني شوية بتبديك احايا ان انت بس بس دايما تقول بتكلم المجهود السنة اللي فاتت والسنة دي برضو فاكيد كنت مقصود ان انا كنت موجود فيها افتكر ان انا ليه الحق ان اصوات لنفسي بس انا ما صواتش لنفسي بس افتكر المدارب برضو ممكن كون صواتلي بس يعني هايبان هايبان كل هايبان سوى بتظهروا بمتيجة هايبان كمان شوية طيب ده كان جانب من كلام محمد صلاح عايزة اقولكم ان كمان كارلوس كيروش يعني اكد على ان تموحات الفراعنة في كأس الامم الافريقية الجارية هي في الكاميرون طبعا هي الفوز بكل المباريات ولكن يعني في تصريحاته دي الحقيقة الكلام نقدر نقول ان هو شوية مختلف عن الكلام اللي صرح به قبل كده قال خلال هذه التصريحات وهذا المؤتمر انه شرف كبير لينا ان احنا نبدأ المنافسة ضد نيجيريا وهي بلد كرة قدم عظيم وقال كمان لدينا فريق قوي زو مستوى عالي امامنا وسنقدم افضل ما لدينا خلال مباراة اليوم واضاف طموحاتنا بسيطة للغاية ودي الحتة اللي نعايز اقف فيها بقى مع كل حضراتكم قال ان طموحاتنا بسيطة للغاية طب ايه هي طموحاتكم او ايه هي طموحات المنتخب الفوز بجميع المباريات دي الحتة بقى اللي اتغيرت شوية دي النبرة اللي اختلفت شوية لان احنا الفترة الاخيرة اكتر من مرة وقفنا امام تصريحات دي كانت تبدو فيها كتير من الانهزامية لكن المرات دي الموضوع مختلف الى حد كبير قال ان طموحاتهم هما الفوز بجميع المباريات قال لدي خيارات جيدة في فريقنا لدينا سبع مباريات لنلعبها وستكون استراتيجيتنا في الملعب انا برد بقول هكذا نتمنى نتمنى نشوف استراتيجية نتمنى نشوف اداء والاهم كمان نتمنى نشوف نتيجة كمان اكدت نتائج المسحات الطبية لأعضاء بعتة المنتخب اللي طبعا تخلفوا عن السفر الى الكاميرون سلبية مسحة كل من عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد ابو جبل حارس المرمى ومصطفى صادق اخصاء العلاج الطبيعي وقررت ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنهي كافة الاجراءات اللازمة لسفرهم الى الكاميرون واللحاق بالبعثة في اقرب وقت ممكن وكان قبلهم جيرال مور طبعا محلل الاداء قد توجه الى الكاميرون مع البعثة يعني بعد ثبوت سلبية المسحة الخاصة به موضوع كورونا منتشر بشكل هستيري يا حضرات ولا سيامة في هذه البطولة نروح بقى لكأس العالم للاندية انبارح المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي الحقيقة يعني حضر ورشة العمل اللي عقادتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للاندية واللي طبعا تمت عبر تقنية الفيديو كونفرنس نتيجة اللي انتو عارفينه بقى موضوع الفيروس الى اخره سجل المهندس مرتجي تحفز النادي الاهلي على موعد هذه البطولة وشدد على ان النادي الاهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للاندية بالتزامن مع نهيات كأس الامم الافريقية واكد لمسؤولي فيفا ان النادي بيفتقد حاليا جهود تسع لاعبين مشاركين في كأس الامم الافريقية فضلا عن ان موعيد ارسال القائمة النهائية لللاعبين في بطولة كأس العالم للاندية لم تراعي بالمرة موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع متخباتهم في كأس الامم الافريقية وشدد على ان النادي الاهلي كان بيتمنى وجود تنسيق بين الفيفا والكاف يعني في هذا الامر انتجاه مسؤوليتهم نحو البطولتين والعمل على نجاح البطولتين وعدم وقوع اي ضرر على اي من الاندية المشاركة او المنتخبات المشاركة في امم افريقيا والحقيقة النقطة دي برضو في منتهاء الاهامية يعني النادي الاهلي الحقيقة قدر وكده ان هو بحكم ان هو النادي الاهلي فبيشارك بطبيعة الحال في كل البطولات المتوفرة وبحكم ان دول لعيبة النادي الاهلي فبطبيعة الحال برضو هم جزء كبير من قوام المنتخب المصري نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ولمنتخبنا المصري ان شاء الله ومرة تانية بنحلم كلنا بان احنا ابتداء من النهاردة نشوف اداء يتماشى مع تاريخ ومع قدم ومع ثقل ومع امكانيات لعيبة المنتخب المصري الحديث لم ينتهي بعد يا حضرات حنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا وباقي فقراتنا اتصدر يا اهلا بيكم مرة تانية عودة من جديد لعشة الصفحة في الاهلي ودرواتي خلونا نروح على السريع نتابع اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي وفرقة المختلفة وكافة ما فيه من انشطة مع زميلتنا العزيزة هانا ابو القاسم هي موجودة حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيرة هانا صباح الفل عليك تفضلي احنا سمعينك صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي وزي ما عودناك ودايما من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة هنقلك كل الاخبار المتعلقة بالنادي الاهلي وفرق الرياضية المختلفة خلوني في البداية ابدأ بالفريق الاول لكرة القدم النهاردة الفريق هيواصل تدريباته تجمع الفريق هيكون الساعة 11 والمروان هيبدأ الساعة 12 ده طبعا استعدادا لمباراة يوم الخميس وهتكون اول مواجهة للنادي الاهلي فوري كأس رابطة الاندية واول مواجهة هتكون امام فريق الجونة يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق ان شاء الله تكون بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الاهلي كمان خلوني اقول لجميع مشاهدين ان دكتر احمد ابو عبل طبعا طبيب الفريق الاول لكرة القدم كان حريص على الاجتماع مع اللاعبين وكمان الجهاز الفني للفريق امس عشان بقى يشدد على ضرورة حرصهم على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية طبعا بسبب تفشي فيروس كورونا يعني ان شاء الله بقى هذه الجائحة تزول والحياة ترجع لشكلها الطبيعي في اقرب وقت كمان ناشئين 2003 امس قدروا يحققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة اتنين واحد ضمن المنفسات الجولة ال13 من بطولة الجمهورية يعني كان فريق سموحة افتتح التسجيل لكن شباب النادي الاهلي قدروا يعملوا كامباك وينهوا المباراة لصالحهم ويستمروا بقى في صدارة جدول الترتيب احرص اهداف النادي الاهلي اللاعب ميدو نبيل واللاعب ابراهيم عبد الحليم نتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله يستمروا بهذا الاداء خلونا بقى نروح لأخبار الالعاب المختلفة والالعاب الاخرى ونبدأ بكرة الطائرة والحقيقة ان امس كان يوم حافل بالانتصارات لفرق كرة الطائرة يعني نبدأ برجال كرة الطائرة فريق الماسترز قدر يحقق امس فوز على فريق سفورتينج بنتيجة 3-0 طبعا ده ضمن منافسات الجولة العشرة والاخيرة من بطولة الدوري متبقي بس للفريق مباراة واحدة كانت مؤجلة من الجولة التامنة هتكون امام فريق اسكندرية للبترول والفريق هيلعبها النهاردة يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يفوزوا في هذه المباراة ويكونوا فازوا في جميع مباريات الدور التامهيدي كمان سيدات كرة الطائرة امس ادري يفوزوا على فريق السيد بنتيجة 3-1 دم منافسات الدور الاول من بطولة الدوري الحقيقة المباراة كانت مثيرة جدا يعني السيد طبعا خصف قوي المباراة كانت مباراة مارثنية لكن خبرة فتيات كرة الطائرة قدرت تحسم المباراة لصالحهم يمكن نادي الصيد كان تقدم في الشوت الاول لكن سيدات كرة الطائرة قدروا يرجعوا للمباراة وينهوا المباراة لصالحهم النهاردة الفريق هيكون عنده راحة من التدريبات هيستأنف تدريباته غدا استعدادا بقى للمباراة القادمة اللي هتكون امام الزمالك يوم الجمعة القادمة ودي هتكون المباراة ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الاول من البطولة الفريق طبعا هيستعد بشكل قوي جدا يعني كلنا عارفين أن مباريات الأهلي والزمالك بيكون لها طابع خاص لكن إن شاء الله فتيات الذهب سيدات كرة الطائرة هيقدروا يحسموا المباراة لصالحه خلونا بقى نروح للعبة كرة السلة النهاردة جاء الكرة السلة عندهم مباراة أمام فريق المصرية للاتصالات ضمن منافسات الدور الثاني من بطول الدوري السوفر المباراة هتكون ساعة 8 مساء هنا على صالة الأميرة عبدالله الفيصل وطبعا شاشة قناة النادي الأهلي هتغطي المباراة تغطية حصرية طبعا زي معودتنا دايما وهيكون فيه ستوديو تحليلي مفصل ولقاءات بعد المباراة يعني المباراة طبعا هتكون مباراة قوية كلنا شفنا سكواد فريق المصرية للاتصالات سكواد قوي عامل موسم قوي لكن رجال كرة السلة إن شاء الله هيكونوا قد المسئولية ويحسموا المباراة لصالحه كمان أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة اليد رجال كرة اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم هيكون عندهم تدريب الأول بدني في صالة الجيم الساعة 12 بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية على صالة النادي الأهلي استعددا بقى لمباراة الفترة المقبلة واستقناف بطولة الدوري بالتحديد أولى مواجهات النادي الأهلي هتكون أمام سموحة يوم 17-1 الحقيقة أنه رجال كرة اليد بيستعدوا بشكل قوي جدا يعني كمان خاضوا مباراتين وديتين أمام الجزيرة وأمام الطيران وقدروا يفوزوا في المباراتين سواء على الطيران بنتيجة 37-31 أو على الجزيرة بنتيجة 36-32 طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في بطولة الدول كمان سيدات كرة اليد النهاردة هيستقنفوا تدريباتهم يعني كانوا واخذين فترة راحة حوالي عشر أيام بعد انتهاء الدور الأول والتاني النهاردة هيرجعوا تاني للتدريبات هيكون عندهم تدريب الأول في صالة الجيم الساعة 5 بعد كده تدريب فني من ساعة 6 لـ 8 استعددا بقى للمرحلة القادمة واللي هتبدأ مبارياتها الشهر القادم يعني طبعا قبل ما اختم كلامي بتمنى كل التوفيق لجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي وان شاء الله النادي الأهلي يفضل دائما في المقدمة ورقم واحد يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة العودة لك يا كريم مرة أخرى في الستوديو كل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة ودلوقتي بقى نبتدي مع حضراتكم جولتنا الصحفية حنروح من خلالها على مقر جريدة الشروق والزميلة العزيزة مريم سميح اللي هتقول لنا على آخر الأخبار وأهم المنشتات الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة مريم صباح الفل عليك تفضلي طلي علينا بقى منشتاتك الحلوة صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة وزي ما أنت ذكرت بالضبط يا كريم من داخل مقر جريدة الشروق هيكون معانا عدة عنوين في مختلف الصحف الصدرة صباح اليوم الثلاثاء ويمكن متشابهة إلى حد ما مع جولتنا الصحفية أمس كل الأمور المتعلقة بالمنتخبات والمجموعات الخاصة بتصفيات أو منافسات كأس الأمم الإفريقية البداية من صحيفة الشرق الأوسط الجزائر تستهل الدفاع عن لقبها بلقاء سيرليون ومواجهة ساخنة بين مصر ونيجيريا تستهل الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس الأمم الإفريقية طبعا عندما تواجه سيرليون اليوم في دولة فيما تشهد الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ومواجهة نارية بين مصر ونيجيريا وأخرى متوازنة بين السودان وغينيا بيساو وتعدى الجزائر بقيادة نجمة منشاستر سيتي الإنجليزي رياض محرز أبرز المرشحين للاحتفاظ بلقبها حيث لم تهزم في آخر 34 مباراة توليا وهو رقم قياسي لمنتخب إفريقي حيث بدأ الجزائريون هذه السلسلة المذهلة بالفوز على تواجه بنتيجة 4-1 في نوفمبر 2018 ومن موقع الشروق قائد نيجيريا كأس الأمم الإفريقية 2021 هي البطولة الأخيرة ليه مع المنتخب أعلن قائد ومهاجم منتخب نيجيريا أحمد موسى أن بطولة كأس أمم إفريقي 2021 ستكون الأخيرة له مع النصورة الخضراء قبل بداية مشوارهم اليوم الثلاثاء أمام مصر وتحدث موسى البالغ من العمر 29 عام قائلا أعتقد أن هذه هي آخر البطولة في كأس أمم إفريقيا مع نيجيريا إن شاء الله وتابع لقد تحدثت مع زملائي حول أهمية هذه البطولة وأن اللقب قد يكون الهدية الوحيدة التي يمكنهم تقدمها لي في نهايتها وأخبروني بأنهم مستعدون وأول بطولة لأحمد موسى في بطولة كأس الأمم الإفريقية كانت عام 2013 في جنوب إفريقيا وفازوا وقتها باللقب ومن الرياضية بعد 42 عام المغرب تهزي شباك غانا عاد سوفيان بوفال لاعب منتخب المغرب الأول لقرة القدم منتخب بلاده إلى الفوز على غانا بنتيجة 1-0 أمس في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا ويعد هدف بوفال الأول للمغرب في مرمى غانا في النهايات القرية منذ خالد الأبيض عام 1980 في دور المجموعات وثقر المغرب اللي خسرتها أيضا أمام غانا بنتيجة 2-0 في دور المجموعات للنسخة واللي استضافها منتخب النجوم السوداء عام 2008 محققا فوزه الثاني على الأخير في أربع مواجهات بينما حيث تعادل سلبا عام 2002 في مالي وأخيرا من روسيا اليوم قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بات منشاستر يونيتد آخر المتأهلين إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم بفوزه الصعب على أستونفلا بنتيجة 1-0 أمس الثاني في ختام الدور الخامس وأجريت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الحالي 2021-2022 وجاءت سهلة لجميع كبار أندية الدوري الإنجليزي وتقام مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الرابع وحتى السابع من شهر فبراير المقبل دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة في مختلف الصحف الصادرة صباح اليوم أثلاثاء من داخل مقر جارية الشروق بشكرك جدا يا كريم اتكلم عليك مرة أخرى كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية وإن شاء الله نشوفك على خير في تغطيات صحفية جديدة نبتدي بقى مع حضراتكم سلسلة أخبارنا المتعلقة بالرياضات العالمية المختلفة والبداية هتكون مصرية 100% لأننا هنبتدي برياضة يمكن أكتر رياضة بجد المصريين متسيدين فيها أكتر رياضة المصريين هم اللي فعلا الأسماء الأهم والأوائل على مستوى العالم في هذه الرياضة رياضة السكواش حيث واصل المصنف الأول عالميا لعبنا المصري علي فرج واصل الهيمنة على بطولات رابطة محترفة السكواش بعدما تغلب على منافسه المصري أيضا يعني مازن هشام في مدينة هيوستن الأمريكية في نهائي بطولة هيوستن المفتوحة وفاز علي فرج بالمباراة بثلاثة أشواط مقابل شوت واحد وحقق بكده فوزه رقم 25 بلقب بطولة أو بلقب أي بطولة عموما تبع للرابطة كمان ده فوزه التاسع على هشام مازن فيه إجمالي عشر لقاءات جمعت ما بينهم تعالوا شوف جزء من المباراة شوف جزء من المباراة 3-0 ايظه ثلاث الرسالة عيد اج تشعر حاجة فرح وتشرف شوفي حضراتكم هل منكلم على ايه بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش واللي وصلوا فيها للنهائي اتنين مصريين يعني الاول والتاني فيها هذه البطولة اتنين من لعبتنا المصريين بنتمنى طبعا ان هما يوصلوا التقلق وبنتمنى كمان ان الرياضات التانية كل الرياضات المختلفة المصريين فيها يبقى على نفس القدر من النجاح والتقلق والتميز طيب ده كان اخر خبر رياضي موجود معنا في الجزء الاول من حلقة النهاردة يا حضرات هنطلع فاصل سريع ونرجع ان شاء الله على فقرتين حواريتين زي ما قلت لكم في مقدمة حلقة النهاردة الفقرة الاولى حينورنا من خلالها سيدة اللواء يحيى عبدالقادر وهو رئيس الاتحاد المصري للدارتس وحوار مطول حول الدارتس في مصر عاملة ازاي الاوضاع وسطين احنا فين عالميا في هذا الاطار ده الفقرة الاولى ولكن تاني فقراتنا ان شاء الله لن يخلو الحديث فيها عن منتخبنا وعن النادي الاهلي مع كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي السابق فاصلت ومعودة العشرة الصبح يعرف كل حضراتكم في قولة فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة من عشرة الصبح في الاهلي والفقرة دي هنتكلم من خلالها عن موضوع لطيف جدا يا حضرات لعبة الدارتس اللي هي الاسهم اللي كنا بنشن بيها واللي اغلبنا كان بيلعبها واحنا صغيرين بشكل غير احترافي طبعا وان كان برضو الامر لا يخلو من وجود ناس كانوا فراودة جدا فيها المهم الدارتس دي تحولت من لعبة لطيفة جدا اللعبة عادية الى لعبة ليها منافسات وليها معسكرات وليها بطولات وليها احتكاكات مع دول اخرى الى اخره هنتكلم بقى عن هذا التحول كيف جاء وتاريخ تأسيس الاتحاد المصري للدارتس من خلال وجود رئيس الاتحاد المصري للدارتس سيادة اللي هو يحيى عبدالقادر اللي منورنا بوجوده النهاردة صباح الفول زي حضرتك كله تمام لا تمام لا تخيل ابدا ان الرياضة دي او اللعبة دي هيجي عليها اليوم اللي بقى لها اتحاد وليها منافسات وبطولات محلية وقرية الى اخره كيف جاء هذا التحول الحقيقة لفتت نظري هذه الرياضة وانا موجود في خارج مصر في فترات كثيرة جدا في اسناء تلقية لدورات في الخارج ووجودي في اوروبا وامريكا لقيت اللعبة دي مشهورة بالنسبة لنا وعارفين شكلها فلفتت انتباهي جدا وفي اثناء وجودي في مصر هنا في احد الايام انا بفتح التلفزيون لقيت بطولة العلم للمحترفين فتوقعت ان مصر فيها اتحاد الحقيقة ما لقيتش ولقيت ان ما فيش فانا الحقيقة تقدمت بشكل قوي والحمدالله بدأت رحلة من سنة 2008 انتهت بتأسيس الاتحاد في سنة 2014 وبقينا بشكل رسمي موجودين في الساحة الرياضية العربية ومن خلال تعمق في الدراسة لهذه الرياضة هذه الرياضة قديمة جدا احد رياضات عائلات الرمايات هي رماية باليد وتعتمد على مهارتين اساسيتين في وقت واحد لانها رياضة حسابية ذهنية الناس مش اخدا بالها انها ذهنية فالحقيقة ان هذه الرياضة اللي بتعتمد على مهارة التصويب والحساب في وقت واحد يعني لازم اللاعب يكون بيجيد الحسابات ويجيد التصويب في نفس الوقت انا مكنش متخيل ان لها حسابات حسابات رهيبة متوقفة بس على قدرة الشخص او اللاعب على ان هو ينشن مصبوط طب ايه اللي بتحسب يا سابت اللاعب هي لعبة رقمية وبتبدأ غالبا الرياضة الدارتس الى اللوحة دي بيتلعب 24 لعبة مختلفة ولكن اللعبة الرسمية الرئيسية الجيم الرئيسي اللي بيرعبه الهواء والمحترفين في اسناء التباري اسمه 500 واحد يعني دارتس ليها هذا كم من التفريعات 24 لعبة مختلفة على اللوحة دي غريبة جدا واللوحة دي في تقسيماتها فيها تبديل وتوافيق تساوي واحد واثنين من عشر مليون احتمال هي مرقمة من واحد لعشرين بطريقة غير منتظمة المسلسات العشرين دي بتساوي تقسيمات داخلية حوالي 82 تقسيم لما نعملهم حسادياً يطلع لي هذا القبر من الاحتمال خلينا بعد إذن حضرتك نمشي برضو واحدة واحدة حضرتك بتقول ان انت ابتديت تسعة في وجود اتحاد او في تأسيس اتحاد من 2008 الموضوع خد من حضرتك ست سنين كتير ليه ست سنين الحقيقة انه طبعا انه فيه اجراءات في مصر هنا وفيه امور يعني اعتبارية للجهات المختصة خدت مني الوقت دوا الى ان تم يعني تقديم موقف ايجابي قوي بدراسة فنية محترمة حوالين اللعبة دي ووجودها في العالم في شكل هوا ومحترفين وان الاتحاد الدولي في الوقت كان فيه 67 دولة فالحقيقة كانت من ساعة مكان فيه مغلس قوم الرياضة الى ان بقت وزارة الرياضة رحلة طويلة فالحمدالله تم استعابي الموقف تماما ومصر اول لما اشهرت الاتحاد الحقيقة كان مصدر جذب للدول العربية انها تلتفت لهذه الرياضة اللي موجودة في العالم من سنة 1886 وده سبب ادعى برضو ان احنا نتوقف ونندهش هالك بتقول ان انت كنت المبادرة في الفين وكام الفين وتمانية 2008 يعني لغاية قبل 2008 محدش فكر في ان الرياضة دي او اللعبة دي بقالها اتحاد ما كانتش موجودة في المنطقة العربية ولا في مصر في وضع مؤسسي ولكنها كانت موجودة في وضع ممارسات ثردية من اشخاص مجتمعين ولكن نتيجة لوجود اللعبة دي انجليزية المنشأ يعني السفرات الانجليزية والتجمعات الانجليزية والتجمعات الاجانب كانوا بيمارسوها بشكل قوي حتى ان المصريين يعرفوا شكلها ولكن معرفوش اسمها ولا تفاصيلها فوجود اتحاد بعون الله دو ان خلى الامر مؤسسي وخلى الامر يطلع بشكل قوي وخلى وجود لاعبين مصريين كثيرين وبالعكس كمان احنا بقينا متفاعلين مع الدول العربية بشكل قوي جدا هم فيه اتحادات بالمناسبة للدارتس في دول العربية تانية اول ما مصر انشأت بقى فيه اتحادات والحمد لله حاليا في تفاعلنا معنا حوالي 14 دولة عربية جميل في خلال السنتين بتعكرون احنا في تواصل مع الدول العربية زملائنا الحمد لله بقينا حوالي 14 دولة وبنتقدم جميعا لعضوية الاتحاد الدولي واحنا مصر عضو الاتحاد الدولي كأول دولة عربية من سنة 2016 واحنا كمان كأول دولة عربية ندخل كاس العالم سنة 2019 احنا كأول دولة عربية ننظم بطولة دولية سنة 2019 في مرسى عالم فالحقيقة احنا لنا يعني مع البداية القوية دي والانتشار الكويس ده على المستوى العربي وضع قوي جدا يماثله على المستوى الافريقي والله يا شيء عظيم خلينا برضو نعرف من حضرتك لانه واضح ان الموضوع اكبر من اللينا كنتم متخيله بالنسبة للدارس يعني يكفي بس تفصيلة البورد اللي احنا شايفينها دي يعني فيها 24 جيم 24 جيم مختلف طب يعني بس حالك قلت ان في واحدة منهم هي الاهم الاهم اللي هو الجيم 500 واحد ده يعني ايه يعني مثلا ان احنا كلاعبين حنلعب مع بعض حنبدأ بالجيم ومعنا 500 واحد حنوقف نرمي من على مسافة 237 سنتي اللوحة دي موجودة على ارتفاع 173 سنتي من المنتصف حنبتدي ننشن بالاسهم دي يعني اللي هي الاسهم الاسهم الرئيسية الطبيعية غير الاسهم اللي بناسك ده بالها فالاسهم دي يعني بأوزان كل اللي يعب له وزن محين بيقف يرمي حنرمي ثلاث اسهم متتابعين على اللوحة يعني ايه كل واحد ليه وزن بيلعب بي يعني ممكن انا اكون بتنافس مع حضرتك انا بيلعب باسهم لها وزن وحضرك بتلعب باسهم لها وزن دول 24 جرام انت حضرتك ممكن تلعب ب17 جرام الوزن الاقصى للاسهم 50 جرام بس لازم يعني مش لازم يكون الاتنين متنافسين بيلعبوا بنفس الوزن زي ملعب زي مدرب التنس اوكي يعني دي تفضيلات شخصية تفضيلات بتقوم بناء على ادراك الرامي لقوة ودقة الرامية من خلال الوزن اللي تستخدمه مع التجارب مع التجارب مع التجارب بلاقي نفسي متوافق مع وزن محدد لان الرحلة بتاعت استهم الصغيرة دي من مسافة 237 سنتي للحط او الجزء اللي انا عايز انا نصوب عليه في اللوحة بيحمل بعض المقاومات بتاع الهواء بيحمل قوة رامية بيحمل تحكم في مصار السهم مختلف من وزن التاني ومن شخص الاخر وحتى من الولاد الصغيرين للكبار من السيدات للرجال اختلافات الاوزان دي بتحقق الاختلاف ده فلما الثلاث اسهم حينزلوا متتابعين على اللوحة حيحققوا قيمة حسابية طبعا اللاعب لازم يترحى من 500 واحد وبسرعة وفي نفس الوقت الحكم بيراجع عليه لان جنب اللوحة في حكم بيقف على اليسارة نفضل في موضوع في رماية متتالية ما بين الطرفين اللاعبين والحصول على قيم تطرح من 500 واحد الى ان يكون الفائز في هذا الجيم اللي يحصل على صفر اللي يصل الى قيمة صفرية قبل التاني يعني هنفترض ان حضرتك عندك 46 نقصين وانا عندي 36 نقصين لازم حضرتك تجيب 46 نقصين مش 47 وانا لازم اجيب الرقم بتاعي بالزبط بدون لو حصل ان انا مقدرتش اجيب القيمة الصفرية هنتظر كلعب وحضرتك تكمل الى ان واحد فينا يحقق القيمة الصفرية قبل الاخر هو لياخد الجيم ده المطشي بيبقى خمسة او سبعة او تسعة او ارقام فردية للجيمز بتحققها التعليمات التنظيمية للمسابقة دي اذا كانت المسابقة دي اقوى الدول في الدورتس هل دولة المنشأ ولا مش بالضرورة لا هو بالضرورة طبعا كان دولة المنشأ اللاعبين المصنفين فيها هم اللاعبين الاول في العالم يعني اللاعبين من اسكتلندا ولاعبين من المملكة الانجليزية تحديدا يعني اللاعبين طالعين منها الاوائل ولكن حاليا حصل تنافس في اوروبا وامريكا بشكل قوي جدا على مستوى الهوية والاحتراف فعلى مستوى الاحتراف انتقلت الزعامة حاليا هو نرويجي اللاعب للي هو مهيم مصنف رقم واحد هناك فيه تصنيف للعبين طب احنا فيه من التصنيف دي بعون اللي احنا فيه يعني دي بدايات ولكن بدايات مبشرة لأن اللاعب المصريين احنا فيه خلال فترة زمنية وجيزة بصنا لقينا فيه تصاعد تصاعد ونتيجة لهذا التصاعد بدأت النوادي المصرية تلتفت للاتحاد بدأنا كمان نتواجد مع الجانب الاكاديمي مع كليات التربية الرياضية عندي اول رسالة ماجستير في رياضة البيتس انا عملت اول كتاب بعون الله في المنطقة العربية باللغة العربية لهذه الرياضة وتفصيلها وتاريخها ووجودها في المنطقة من امتى الحقيقة ده لفت نظر كثيرين جدا من الهيئات والقيادات الرياضية في مصر وانا برضو حقول لحضرتك يعني عشان الشيء بالشيء يسكر وزير الشباب ورياضة احنا لسه بأعضاء مجلس الإدارة كنا موجودين معاه واستمع الى الخطة بتاعتنا لانتشار اكتر لهذه الرياضة خلال 22 انا اعتقد ان الخطة دي ستؤتي ثمارها في زمن قياسي لاننا احنا نكلم في النهاية على رياضة ممتعة اولا لطيفة وممتعة جدا ثانيا ملهاش متطلبات زي رياضات تدي يعني مش لازم يتعمل لها استادات ولا ملاعب ولا مواصفات خاصة هي الحكاية كلها اسهم مدارس مهاجة صحيح ومرغيج مكلفة طب هل دا يستدعي ان يبقى فيه مثلا اي دعم من مزارة الشباب والرياضة ولا نظرا لطبيعة اللعبة دي مش محتاجة اوي دعم لا الحقيقة لازم يبقى فيه دعم والرياضة اصبحت في العالم صناعة كبيرة واذا بصينا لهذه الرياضة اللي هي الصغيرة دي واذا كان معظم يعني معظم النار من مستظر الشرق طبا فان هذه الرياضة في العالم اصبحت تحوز نسب مشاهدة مثلا تخذ فرقة في انجلترا حققت نسبة مشاهدة في قلال السنتين بتوع كورونا اعلى من قرية القدم ده على ذكر انجلترا ده انجلترا ويمكن الولايات المتحدة اكتر كمان من كتر ما هي فعلا منتشرة ومحببة لناس كتير ممكن تلاقيها حتى في كافيهات او في المطاعم او في اماكن فيها طوابير انتظار يعني عندهم الثقافة دي جمدة عالية جدا في كل ما هو شيء تجمع اجتماعي تلاقي دايما في شركة جوجل وامازون والموظفين بيجتمعوا ازاي في اوقات الراحة عشان يركزوا يلعبوا دارتس فريق ليفربول بيلعب دارتس وفي اثناء الفترة بين الشوطين مع يورجين كلام لتصفية الزهن لتصفية الزهن والطلاب المتفوقين في الحسابات بيلعبوا دارتس لان الطالب بيها رفيد وعشان كده ولدنا اللي موجودين معانا الناشئين انا معظمهم من مدرس المتفوقين الطلاب كنا في النهار الاستنادي كان عندنا بطولة الجامعات كنا في الجامعة الكندية الطلاب المتفوقين حسابيا ورياضيا الاهالي اللعبة دي للأسرة بالكامل لان ملهاش حد اقصى في السنة لقوا بعدين كمان من ضمن الحاجات او الامور اللطيفة المتعلقة بالرياضة دي ان في ناس مثلا ممكن تبقى مواصفاتهم البسمانية ما تساعدش ان هما يلعبوا رياضات معينة يعني يقولك لا حتى مش ماشين مع الرياضة دي لكن دي طلباتها ابسط من كده بكتير وسهل ان الواحد يتفوق فيها ويتميز الرياضة الوحيدة في العالم اللي ممكن فيها زاوي الاعاقات الحركية يلعبوا مع الاسواق ان شاء الله سيبقى عندنا لجنة لزاوي الاعاقات الحركية ان شاء الله العام 22 دي نقطة مهمة جدا تخيل الاسواق يلعبوا جان بقى زاوي الاعاقات هذا حقهم في الحياة نتيجة لان رياضة زهنية وظروفهم القدرية مناعتهم من مرشة رياضات كتير فدي ممكن تبقى فعلا مناسبة للاسواق احنا ان شاء الله بإذن الله هنبقى كاتحاد عندنا لجنة خاصة لزاوي الاعاقات الحركية طب احنا بدأناها وبدأنا في ان احنا نلعب مع بعض من حوالي سنتين مصر بدأت يعني اولياء الامور والاهالي اللي عندهم اولاد ممكن يبقى حابين يمارسوا الرياضة دي يعني يروحوا فين يتواصلوا مع حضراتكم ازاي الحقيقة الاتحاد عنده ميزة دلوقتي يعني احنا كعضاء مجلس ادارة عندنا قرار بان فيه امكانية لتسجيل كل لعب فردي الى ان النوادي تتسع الى حد ما قاعدتها لان قاعدة النوادي تتسع مبدئيا تدريجيا مع الرياضة الجديدة غير الالعاب القديمة اللي بقالها سنين في مصر لان دي انا قد نبقالها لسه احنا حوالي سبع سنين او ثمان سنين انما ان شاء الله اللي حصل ايه ان فيه تقدم في اعداد النوادي اللي بتتم تلتحك بالاتحاد انما احنا فتحين الباب لمين فتحين الباب للعضويات الفردية اي اب او ام عندهم ابنائهم عايزين يسجلوهم في الاتحاد فاده متاح يسمح لهم بايه بقى الكلام ده يسمح ان اللاعب ده يسجل عندي يصنف يشارك في بطولات الاتحاد على مستوى الفردي جنب اللاعبين المقيدين في النوادي طيب انا عندي ليست في النهاية عبارة عن اسماء للاعبين مصنفين خلال العام طيب الليست اللي هو اللاعبين الفرديين يعني وصلت يعني في كم لعب مقيد بشكل فردي فوق ال 500 دلوقتي انا مش حاضر 500 وكام انما احنا بقينا فوق ال 500 لعب دول مصنفين عندي وبيلعبوا عندي انا عندي على الصفحة تفاعل شديد اللعب اللي بيلعب اللعبة دي بعد ما يخلص البطولة يجي يسأل البطولة التانية عايز يلعب المناسبة اخر البطولة كانت كانت في انا سيادة رايز كان بيفتتح المشروعات القومية في انا واحنا كنا في انا اهلنا يمارسوا الدارتس ست نوادي في انا ابناء انا اول ابناء يمارسوا الدارتس من خلال زورة محافظات مصر يعني سبقوا القاهرين حقيقة وامكانيات فنية عالية واسرار ورغبة في التقدم ثقمة حضرتا هل في تنسيق السيادة اللي هو بين مثلا بين حضراتكم وبين كمان على مستوى المدانس والمعاهد العليا لان احنا نتكلم تاني نرجع ونقول ان هي رياضة ما اسهل ان هي تنتشر بين الناس وخصوصا ان هي محببة بالفعل جدا يعني فيه ناس كتير عندها تاريخ مع الدارتس فكرة الجلب اللاعبين المتميزين هل فيه صعوبة فيها؟ ان جت للحق يعني عدم وجود عدد كبير راجع لي ايه؟ راجع لان الناس ما جربتش لسه لسه الامور ما انتشرتش الاعلام ما قامش بدوره شوية في المسألة وانا وجودي هنا الاول لازم اشكرك واشكر لانا اشكرك عدودك معنا لان النهاردة انا متأكد انا حتى طلقت صلاة كبيرة جدا بعد وجودي هنا فكل ما ننتظم اعلاميا شوية بيزيد عدد المشاركين انا من خلال الموقف الايجابي اللي تم مع المدارس مدارس المتفوقين هما اللي تكلموا معنا مجموعة مدارس المتفوقين في مصر اربعتاشر مدرسة في محافظات مصر ايه رأي حضرتك؟ اشتركوا معنا من اربع سنوات الولاد دول هما الاوائل اللي موجودين معايا في التصنيف وسافر معايا منهم ثلاثة في كاس العالم انا متأكد استاذ اللي هو ان لو الموضوع انتشر على مستوى المدارس اكتر من كده مدارس متفوقين وغير متفوقين هيبقى صعب قوي عليك وتعرفوا مين الاوائل من كتر المتميزين لا حقيقي هل انتو عندوكم خطة معينة يعني كاتحاد وضعتوها نشر اللعبة في كل اماكن طبعا الحياة عندنا خطة كبيرة واحنا بنا ننتقل يعني احنا كنا في المحافظة في انا ايه رأي حضرتك ان محافظات السعيد انديت المحافظات حضروا البطولة دي انا كان معي الناس بتوانيدي الاليمونيوم فكل ما بنتواجد في بطولة من البطولات وكل بطولة من البطولات في محافظة مختلفة يعني ان شاء الله تدور علينا البطولة القادمة بإذن الله هتبقى موجودة في بورسعيد طب قبل اي بطولة هل بيبقى فيه معسكرات مثلا ولا مش بالدورة غالبا بيبقى فيه فترة اعداد كبيرة احنا بنعملها للمستوى الفردي لان هذه الفترة اللي بتعمل فيها الاعداد بتسمح بان احنا ندخل في المسابقة في وضع طيب وده بيتم بعون الله او حيتم بعون الله في مشاركتنا في كاس العالم القادمة دي في 23 وان شاء الله يكون لنا دور اساسي ولنا موقف اساسي يا مساحل ان شاء الله عايزين بقى نعرف تعليق حضرتك كده كنا بنعرض وحنا بنكلم مجموعة من الصور دي كان بطولة مصر الدولية في مرسع عالم اللي دي ابناء الاكاديمية دول اللاعبين المصنفين كانوا في اثناء فترات التدريب بتاعتنا قبل ما نخش دي شهادت التقييم والتميز الحقيقة الفترة بتاعت التدريب كانت بتعكس انا كنت في انا هنا دي كانت لسه دي اخر بطولة كنا موجودين فيها في انا دي كانت بطولة الجمهورية الاخيرة رقم 2 اللي احنا كنا موجودين في محافظة انا في نادي انا جميل فالحقيقة دي يعني اضافة كبيرة ان الصعيد ينظر الى الرياضات بالشكل القوي والايجابي ده لقوا بعدين كمان من الحاجات الملفتة للنظر فيه مش انا كانت نسائية السيدات يحققوا امكانيات عالية جدا في التركيز لو ما انا اقارن ولهم مساحة كبيرة عن اللاعب الفردي لان اللاعبين اللي بيلعبوا فردي رجال عدد ضخم جدا السيدات عدد قليل فامكانياتهم في التميز والحصول على مراكز متقدمة اكتر من الرجال فرصة ان مهرتهم تبانوا وتلمع ده حقيقي ده على مستوى العالم كمان على مستوى العالم يمكن الاتحاد الدولي فيه 80 دولة دلوقتي السيدات العدد اقل بالطبيعة الحال ولكن فيهم مهارات عالية للغاية مستوى الهواية الاحتراف احنا متوقعين ده في مصر وانا عندي ده طيب واحنا في كاس العالم بقى واحنا في كاس العالم 2019 انا ماشي مع رئيس الاتحاد الدولي رايحين القاعة الكبيرة اللي فيها فبسيت لقيت على النيوز بار اللي موجود في قلب الفيجن سيستيم ايجيبت 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 ماشا الله رئيس الاتحاد الدولي يخبط عليه كده اللي فيها حاجة انظمكم لعبة مصرية تحت السن فازت في اول ماتش الدنيا تقلبت ايجيبت اسمنا موجود فده عذارة عن رسالة قوية بوجود هذه الرياضة واسم مصر في هذه المحافلة الدولية هذه قوة مصر النعيمة فعشان كنت بقول حضرتك معظم النار من مستصر الشر وهذه الرياضة قرينة ومقترنة اقتران شديد جدا بالسياحة في الدولة فالدول تسعى الى تنظيم البطولات الدولية لهذه الرياضة في اوروبا امريكا تقومين طيب احنا فاضل حوالي يعني قول سيادتك ديئة على نهاية الفقرة والديئة دي ملك سيادتك بالكامل تحب تقول من خلالها ايه للناس اللي بيتابعونا كبرضو يعني كلام اضافي ممكن من خلاله نساعد على نشر الدارتس في كل حتة عايز اقول للأباء والأسرة من فضلكم خلوا ولادكم يمرسوا هذه الرياضة علشان؟ علشان دي عبارة عن مهارتين بيساعدوا الولد او البنت الصغير على التفوق التفوق في الرياضة بناء الزهن على وضع كيف اخطط ازاي يعمل نارسي بلان فلا تدريب زهني عالي المستوى عايز اقول للقيادات الرياضية في مصر انا متشكر جدا لكل اعضاء ورؤساء النوادي ولكن عايزنا ودي مصر كلها تمارس الدارتس ده حلم ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله والمزيد من الانتشار للدارتس في كل مكان في مصر اسمح لقول شكري تاني مقرر لقناة الاهلي وحضرتك شخصيا وده عبارة عن نموذج هايل وراقي نموذج للإعلام المصري انه يدعم ويقض ويعدد الرياضات الحديثة ده واجب علينا يا فندم مش تفضل مننا ده واجب علينا وسعداء بكلام حضرتك وبرؤيتك لنا نشكرك على وجودك معنا جزيلا شكر ونشوفك على خير ان شاء الله وبإذن الله اقرب دقاء لنا مع سيادتك يكون بقى مصحوب بكووس دولية في مشاركات مصرية قريبا جدا ان شاء الله هنستأذر حضراتكم هنطلع فصل سريع ونرجع بعد دي عشان نبتدي معاكم تاني مؤاخر فقراتنا الحوارية عشر صبح في الاهلي تفضل اهلا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة في الفقرة دي عندنا ملفات متعددة نتكلم فيها ونفتحها مع كل حضراتكم ولكن اعتقد كده ان الملف الاهم والاولى بان احنا نركز عليه على الاقل في الوقت الحالي هو ملف المنتخب المصري واللي هيقص شريط مشاركته في هذه النسخة من امم افريقيا النهاردة ان شاء الله الساعة خمسة مساء بتوقيت الكاميرون ستة مساء بتوقيت القاهرة مباراة لعلها ان شاء الله تكون بداية خير لمنتخبنا لقاء حيجمحها بمنتخب نيجيريا هنتكلم عن الموضوع ده وهنكلم عن غيره من الموضوعات مع ضفنا اللي بنسعر دايما بيوجوده معنا على شاشة قناة الاهلي كابتن رمضان السيد واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين سعداء جدا بيوجود حضرتك معنا وصباح الفل عليك صباح الفل يا كريم وانا السعيد جدا بيوجود معك طبعا ربنا يخديك بطبيعة الحال اكيد هنتكلم بشكل مستفيد اكتر شوية على المنتخب وعايزين نعرف رؤية حضرتك للمجموعة اللي فيها منتخبنا في امم افرخي احنا بنتكلم في السودان ومنتكلم في نيجيريا ومنتكلم في غينيا بيسانيا ومباراة الافتتاح بالنسبة لنا هتكون النهاردة ان شاء الله امام نسور نيجيريا كيف ترى هذا اللقاء وتوقعات حضرتك لتشكيل اللي هيلعب به كارلوس كيروش وبرخوسين جدا وهل تعتقد ان احنا هنشوف كل اللعب في المكان او المركز المعتاد ولا مش بالضرورة تبقى اللي احضرناها الفترة الاخيرة اتفضل ادي المشكلة الكبيرة الحقيقة اللي قابلناها الحقيقة بالطلط العرب الحقيقة والفترة اللي فات كلها من اول ما مسك مصر كروش في عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في توظيف اللعب واحنا عندنا على فكرة انا في رأيي ان احنا عندنا تيم قوي جدا 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 قوي جدا او زي ما يفرح بس يزعل بالزبط مش عارفين نشوف بمجابة شوخ الحلم يعني احنا كان بمنتهى السهولة يا كريم ان احنا نحصد بطولة العرب يعني سهل جدا جدا وان ما حصدناهاش ما نطلعش رابع ما نطلعش رابع وكننا الاقرب كمان ان احنا نحصدها كمان يعني لكن هي فيه مشكلة عند كروش الحقيقة حتى توظيف اللعيبة يعني هي العملية مش كيمياء اصلاه الكرة حاجة سهلة مش حاجة صعبة هو محسسنا ان الكرة يعني لأ انه هو ايمن من اللعيبة اللي ممكن تلاعبه في كذا مركز لما بتسكن او بتوظف محمد شريف وهو المهاجم السوبر اللي موجود في مصر حاليا دلوقتي يعني انت بتكلم مثلا في الموسم اللي فات 22 هدف بالمناسبة وتوقع نشوفه النهاردة ولا هتشوف مرموش لا هو بنسبة كبيرة هيبدأ بمرموش يعني هيبدأ محمد بس يعني لما نجي نكلم نوصل في الكلام فحتي التوظيف الحقيقة توظيف محمد شريف في حتة الجناح وهو من المميزين في حتة المهاجم من افضل المهاجمين الموجودين في مصر فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا نفس الحكاية بتيجي مثلا توظف مثلا في ناحية اليمين ناحية الشمال تحط مثلا عاوز تحط زيزو ناحية الشمال وزيزو أساسا تمييزو في الحتة اليمين في الجناح اليمين لا هي دي احنا اعتقد بالنجوم اللي عندنا لو احنا فعلا عملنا توظيف صح من كروش الحقيقة لا احنا ممكن نهاردة في ابتداء مبارات النهاردة مع نيجيريا ان شاء الله بإذن الله اعتقد ان احنا نقدر نعمل نتيجة طيبة جدا ونعمل نتيجة كويسة جدا طورتنا ليه لغاية دلوقتي مشوفناش التوظيف الصح اللي عادك بتتكلم عليه يعني هو كان عنده عدد كافي من المباريات ووقت كافي جدا انه على الال يقيد ترتيب أوراقه على قل ياخد باله من اللعيب الفلاني اللي مركزه مثلا تمانية لما حطناه في عشرة ما زبطتش معاه نهيك عن ان حد من الجهاز المعاون يكون قاله كلمته هو عنده مشكلة كبيرة جدا جدا اعتقد انه هو الجهاز اللي معاه اسمه الجهاز المعاون يعني اللي بيعونك اللي بيساعدك فهو متجاهل دي خالص يعني الاسف هو جاي الحقيقة بفكر غريب جدا جدا يعني انا انت جاي لمنتخب مصر منتخب مصر مش جاي تمسك مثلا منتخب قليل لا احنا من اكتر الفرق الافريقية اللي حاصلين على البطولة واحنا عاملين مثلا بطولة افريقيا 2006 و2008 و2010 ورا بعض فبالتالي لغاية دلوقتي هو موظفش اللعيبة في مراكزها لغاية دلوقتي ونقطة تتحسب عليه بشكل كبير جدا النهاردة جورديولا كريم اللي هو افضل مدير فني في العالم بيروح للمساعد بتاعه اللي قاعد جنبه ويقول له مثلا انا هعمل تغييره كذا او مثلا انا هعمل تغييرك في شكل التاكتك اللي احنا بدينا عبيه ايه رأيك وبياخد رأيه وممكن رأي المساعد بتاعه يمشي بيه هو للأسف الشريد ما بيشتغلش بالشكل ده عشان كده هو معرض نفسه طبعا لهجوم كبير جدا ومعرض نفسه لانتقادات كبيرة جدا وللأسف شريد الناس مش بتنتقد للانتقاد انت بس في حاجات واضحة هو لو مش عليها هو للأمانة في فئة من الناس كده كده اللي هو خالف تعرف وينتقدوا لمجرد الانتقاد لكن المرات دي تقريبا كل توحد بالزبط يعني تقريبا هو نجح في انه يعني يثير دهشة الكثير جدا من المتابعين بالزبط سواء المحللين المتخصصين او حتى الناس اللي مجرد بيحبوا يتفرجوا على مرشات كرة قدم حلوة ساعة لما قال قبل وهو كان لسه بصدد المشاركة في كاس العرب لو تفتكر ساعة لما قال لك ان احنا رايحين تجربة وساعة لما قال برضو جملة تانية ماشية بسكة ان احنا يهمنا بس ان ايه ان يبقى تمثيل مشرف الجملة اللي بتستفزنا يعني انا زي ما قلتلك بلوقت يا كريم من دقيقة بالزبط قلتلك ان احنا الراجل ده ماسك منتخب مصر مش ماسك منتخب قليل انت متجيش تقولي ان انا رايح بطلط العرب مش مش هجرب لعيبة هروح افريقيا يعني انت النهاردة امم افريقيا مفروض ان احنا يعني ان نروح هناك يبقى مصنفين الاوائل يعني ايه ده كل المنتخبات اللي موجودة في البطولة بتخاف انها تقابلك عارفة قيمة منتخب مصر انت لما تروح هناك وتقول انا كل تركيزي في المبراتين من التصفات كاس عالم عشان نوصل كاس عالم لا انت مش رايح بطولة طرفيهية ولا دورة رمضانية ولا دورة رمضانية لا انت رايح بطولة ويمكن التغيير بتاعة الحقيقة اتحاد الكورة الجديد يمكن استاذ جمال علام قاعد معه الحقيقة والمجلس قاعد معه يكنش ده ورا تغيير نوعية تصريحاته يعني مؤخرا قالك لا احنا عندنا فريق قوي لا طبعا وعين على اللقب وعايزين نرجع بالكاس بالضبط ان الاتفاق اللي كان معه من احمد مجاهد الحقيقة واللجنة انا اهم حاجة عندي المنبرتين من كاس العالم لكن لا بطولة العرب انا انا نفس فيها ولا بطولة افريقيا هم الناس قالوا له كده قالوا انت رايح عشان نجيب بطولة افريقيا هو حتى تصريحات اختلفت اختلفت بشكل كبير جدا كده انا بقول لك انا بقول لك احنا بنامتلك تيم كبير جدا وبنمتلك نجوم على مستوى عالي جدا جدا وكفايا ان احنا بنامتلك افضل العيب في العالم حاليا دولات محمد صلاح هو الافضل في العالم ويمكن طبعا هو من ضمن من الثلاثة اللي هيختار منهم واحد اعطاك نجيب نت بالصلاح تروح لتسسعة وتسعين في المية بالمناسبة يعني الشيء بشيء يوسكر رأي حضرتك لمشاركة لعبتنا الدوليين والا اي درجة ممكن يكونوا مفيدين للمتخب بالزخم اللي عندهم وبالامكانيات بقى اللي وصلوا لها كل اسم منهم على حدة نتيجة طبعا احتكاكم في الدوريات الاوروبية المختلفة مع اهم واشهر لعيبة في العالم طبعا يعني يمكن احنا عندنا طبعا محمد صلاح عندنا في الحقيقة انني عندنا مرموش ويمكن ترزجيه طبعا يعني بنقول الحمدلله ان هو رجع بالسلامة يمكن بس يوم ممكن ترزجيه ما يبقاش في الحالة البدنية طبعا اللي هي مفروض يبق عليه لكن ترزجيه العيب كبير جدا جدا عندنا نجوم كبار الحقيقة لو انت وظفتهم صح هتعمل نتاج ايجابية بشكل هقول لك هتعمل نتاج ايجابية وهتعمل الامتاع كمان هتوصل الامتاع للجمهور ده اللي لازم يفكر فيه الراجل دوت يعني لازم يفكر فيه بشكل كبير جدا على الجانب الاخر نصور نيجيريا توقعك ايه اللي هيحصل النهاردة ورؤيتك للفريق طبعا نيجيريا زيها زي الكاميرون زي السنغال زي جزاير زي جزاير والمغرب من قديم الاذق ينهر بيد على ثقة للأسنق دي هل محتفظة نيجيريا بنفس الثقة البتاح التاريخي ولا الدنيا اختلف في تحب الدنيا لا ما اختلفتش تيم نيجيريا تيم قوي جدا جدا لا تيم قوي تيم قوي جدا وبيلعبوا الكرة السريعة جدا جدا حقيقة بيعملوا حتة الاستحواز بشكل طبعا عندهم حين عنصر السرعة وعنصر الكوة والحاجات الكميات الجارية اللي موجودة في المبارياتهم كلها بتشوف اولا هم بيحضروا في التلت الوسطاني بسرعة جدا وبعدين بيبتدوا حطوا البيانيات الحقيقة انت بتشوف مباريات الحقيقة نيجيريا الاخيرة عندهم كمية انفراد كتير جدا يعني دي كمان كمان عدم قدرة على التحول من الدفاع الى المباريات طبعا 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 الحقيقة ويمكن هما كان معهم المدرب الالماني الحقيقة كان عامل معهم نتائج واداء هاي الحقيقة يمكن هما يمكن اتحاد النجير الحقيقة اختلفوا معا وقالوا له يعني حاجة غريبة جدا قالوا له عشان نجدد معنا او نجدد معاك المفروض ان احنا اللي هنحط القيمة واحدة مش عارفة نعمل ايه الراجل طبعا يعني كفكر مدير فني الماني قال لهم لا انا ما وفقش على كده المبارات النهاردة صعبة جدا مش مبارات سهلة مبارات صعبة جدا لكن احنا لو لديناها زي ما قلت لك يا كريم ان احنا فعلا وظفنا لعبيتنا ونجومنا اللي موجودين معنا صح اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نعمل نتيجة اجابية عايز اخد حضراتك في حتة تاية لثواني ونرجع نكمل كلامنا على المنتخب بحكم ان حضراتك كنت واحد من اهم واشهر وابرس دعيب النادي الاهلي في وقت من الوقات والفترة مش وليلة الحقيقة طبعا اكيد حداك لما بتتفرج على اي ماتش سواء للاهلي او للمنتخب رؤيتك مختلفة عننا عينك راجحة التمارين تفصيلة مش بالضرورة احنا كم مجرد محبين لكرة القدم نروح لها بتستمتع في الفترة الاخيرة بمتابعتك للشقين دول للنادي الاهلي ومبارياته والمنتخب مصر في مبارياته ولا لما بتشوف بتحن الايام زمان اكتر لا بص انا اقولك حاجة كريم بمنتابة الامانة بمنتابة الصدق الحقيقة انت كاستمتاع في الفترة الاخيرة باداء منتخب مصر لا انت ممكن تكون حتى في الفترة القابل كروش الحقيقة بتعمل نتائج اه من كم الاداء طبعا كان بعيد خالص مع كروش الحقيقة يعني بالعكس ده العملية كمان تزادت كمان انت النهاردة برضا بتعمل نتائج ايجابية لكن الاداء مش ممتعة طب احنا منتخبنا يستحق كده لا طبعا كماهرنا تستحق كده طبعا 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 احنا اقولك حاجة كريم احنا 2006 و2008 و2010 انت مكنتش بتروح تشوف مبارات منتخب مصر بتقول ايه احنا النهاردة هنكسب ولا نتغلب او مش لا انت بتقول هنكسب كام طبعا لان كان عندك الحقيقة طبعا مش عايز اقول ايه طبعا المتعة كنا بنستمتع باداء منتخب مصر طبعا طبعا نادي الاهلي طبعا فترات كبيرة جدا وكثيرة جدا جدا هو صانع المتعة لجماهير الكرة المصرية الحقيقة نادي الاهلي الفترة الأخيرة طبعا ما شاء الله البطولات كل الاهلي انت بتلعب عليها الحقيقة اللي احنا على المنتخب لا ينطبق بأي حال من احوال على النادي الاهلي وده شيء مؤسف على فكرة حتى كاهلوية طبعا ان منتكلم بنفس القدر من الثقة على منتخبنا زي ما منتكلم عن نادي الاهلي بس ده مش حاصل بالزبط بالزبط احنا نادي الاهلي ما شاء الله يعني كل البطولات اللي هو بيشارك فيها بيحصدها وده حاجة جميلة جدا في مباريات كتيرة جدا جدا بنوصل للمتعة وفي مبارات بنوصل للنتاج الإيجابية لا مفيش عبلغ من ان انت بتوصل اكتر من مرة لكاس العالم للأهلي بالزبط بالزبط بالمناسبة توقعات حضرتك ايه للنادي الاهلي في النوسخة دي من كاس العالم للأندي يعني للأسف الشديد عدم التنصيك اللي تواجد ما بين الاتحاد الدولي وبطولة الأمم الأفريقية في الموعيد دي اول مرة تحصل في تاريخ الكورة يعني في تاريخ من اول مؤنشئة كورة القدم في العالم كله بطولة طبعا دي النهاردة انت بتتكلم في ايه بتتكلم في عشة العيبة وعشة العيبة اللي هما من جوة الحدواشر بتتكلم مثلا في الناس بودا لأ بلا دي عشة اللي هما بلعبوا تنهاردة يمكن عندنا خبر الحقيقة اللي انا سمعته الخبر صابت بادري بنون الحقيقة يعني برضو دي مؤلقة وزايد ان انت بقى علي معلول وزايد اليو ديونج لو كملوا بفرقهم وانت كملت مع انتخب مصر ان شاء الله وده اللي بتتمنى طبعا كل الناس بتتمنى ان هما يكملوا بشكل قوة جدا بتخسر عشة العيبة من اللي الاساسي بتاعك فدي مشكلة يمكن طبعا أنا شايف شفت على تسرحات الحقيقة خالد مرتجي هو الراجل يعني قال لهم يعني إزاي يعني إزاي جات الفكرة دية كان لازم بيكون فيه تنصيق لكن الأهلي متضرر جدا طبعا طبعا متضررين بشكل كبير جدا إلا بقى لا يعني تبتكلم في حاجة مثلا إحنا ما فيش أي حد يتمناها إن منتخب مصر ما يكملش لا إحنا بنتمنى إن منتخب مصر يكمل لكن الموقف ده صعب الأمور شوية على تيمي نادي الأهلي الحقيقة موقف عدم التنصيق شوية ده كتير آه كتير كتير أنت بتخسر كتيرك الأساسي طيب خلينا نرجع بقى مرة تانية للمنتخب وتصريحات محمد صلاح مبارح في المؤتمر الصحبي هذك يعني أكيد تبعتها طبعا طبعا شفت إيه في تصريحاته بص أنا أقول لك حاجة تصريحات محمد صلاح هو طبعا وصل الشغل على نفسه لغاية ما وصل لأفضل لعيف في العالم طبعا لكن هو لغاية دلوقتي لسه ما حققاش إنجازات مع المنتخب مصر يعني ما حصلتش على بطولة مثلا أم أفريقيا مثلا ما فيش هو نفسه متأثر جدا طبعا أنا أقول لك حاجة من ضمن الحاجات اللي بتحسب عليه في الاختيارات كأفضل لعيف في العالم أن أنت النهاردة ما بتحققاش إنجاز مع منتخب بتاع بلدك يعني دايما بديحسي مثلا إيه أنت مثلا في الدوري الإنجليزي بيحسيب لك أن أنت حصلت على البطولة طبعا بطولة الدوري دوري الأبطال النتاج اللي حصولك مثلا على بطولة أفريقيا مع منتخبك الحاجات دي كلها بياخد صلاح عليها نقاط فدي هتساعده إنه هو يحصد طبعا أفضل لعيف في العالم بمنتهى السهولة الحقيقة عشان كده هو بتكلم كده بيقولك أنه نفسي أحصد على بطولة أمم أفريقيا اللي إحنا أفريقيا اللي إحنا موجودين فيها عشان دي هتساعد محمد صلاح في الاختيار الحقيقة ليه اللي حوالين محمد صلاح في المنتخب مش بيعملوا معاه زي ما لعيبة ليفربول بيعملوا معاه فبالتالي هو بيخلص بص هقولك حاجة العطل جاي فيه هقولك حاجة كريمة لازم نعترف إن فيه فرق كبير جدا جدا الحقيقة بين الكرة اللي بلعبها ليفربول مع محمد صلاح موجود في وسط التين دوت وبين محمد صلاح في تواجده الحقيقة مع منتخب مصر إحنا عندنا فيه بطء بطء كبير جدا الحقيقة النهاردة عشان تربط مع محمد صلاح بتاخد وقت لا يكون اتمسك من اثنين تلاتة بالزبط خلاص تبقى المساحة اللي هو بيختارك فيها واللي انت بتشوفه بيضربها في موراد ليفربول بتكون انت خلاص تقفلت دي دي اللي نقصانة احنا يمكن احنا كان جلنا فترات الحياة وابوتريكا كان موجود بيلعب كان فيه ربط ما بين ابوتريكا وبين محمد صلاح في ثواني كان بيعمل الكرة في الداينية للصلاح وعارف امكانيات صلاح في سرعته وهيوصل ازاي عشان كده كان صلاح طبعا لشكل كبير جدا يعني بمنتهى سهولة الطبيعي إن بمنتهى السهولة إنك انت كمدير فني لمنتخب مصر أو مديرين فنيين جمب لمنتخب مصر أعطاك إنك تربط ما بين القيمة الكبيرة جدا وأفضل لعيب في العالم اللي عندك محمد صلاح مع وص الملعب سهل جدا 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 الحقيقة طيب قرار الكاف في رأي حدك من أي فريق متوفر فيه 11 لعيبة 11 لعيب بس حيتهم ناجتب يلعب لا ده أنا لها تعقيب الحقيقة كريم بس تعقيب يعني هيبقى صعب جدا الحقيقة بس أنا أقولي لو ناخد فكرة آه يعني أنا أنا بقول إن الحقيقة الكاميرون الحقيقة حارب إن هما يقسموا لإيته الحقيقة الرئيس التحدي الكاميروني حارب إن يوجد المباراة البطولة في الكاميرون وتتلعب وفيه حاجات كتيرة نقصة تنظيم عندك فيه مشكلة عندك الأمن فيه مشكلة عندك إنك تعمل تحليلات هناك فيه مشكلة للجائحة أنت النهاردة فيه مثلا تلت صحفيين جزائريين وهم على بعد مثلا خمسين متر من الفندق تثبتوا دي يعني مشكلة كبيرة جدا جدا طب أنا النهاردة هل ساموا لإيته الحقيقة كان بحق مجد شخصي أنا لم كل الحاجات دي مش متوفرة إحنا لما جينا بالنظم كاس عالم كنا عاملين كاس أفريقيا أمم أفريقيا لكل البطولات اللي احنا نظمناها كان زي تنظيم العالمي بالزبط كاس عالم طبعا ففيه شهادات الحياة من البطولة بالزبط أنت النهاردة أنت قلت وحاربت إن بطولة الأمم الأفريقية تقوم عندك في الكاميرون عشان أنت رئيس التحدي الكاميروني طب أنت حضرت إيه للأسف الشديد التنظيم والأمن وحاجات كثيرة جدا جدا فيها مشاكل كبيرة جدا أنت النهاردة اللعيبة اللي موجودة في الفندو النجوم الكبيرة اللي موجودة في الفندو دي الناس عاوزة تخشوا وبتخش بسهولة عليها هناك يعني دي من ضمن الحاجات السلبيات اللي موجودة في البطولة دي للأسف شديد ما تعملش حسابها أنت نهاردة أنت برد حاجة سلبية ده خطر كبير طبعا النهاردة أنت بردك أنت تغضيت عن الحالة الصحية للعيبة دي وللجمهورك طبعا النهاردة لما تجي تلاقي تمانية لعيبة في منتخبات عندهم كورونا ومشلعبهم مقشاط أو في منتخبات عندهم عشرة لعيبة دي كارسة يعني أنا عاوزة أفهم طبعا ما كانش وارد أن البطولة تؤجل حتى مش هقول لك يتم هو فعلا نجح سامر إيتو رجح رئيس الاتحاد الكاميروني هو طبعا نجم كبير قوي ويمكن دي فرقة معاه حتى أنه هو يضغط في أفريقيا وأنه هو فعلا البطولة تقام لكن اللي موجود حاليا دلوقتي هيتحسب على سامر إيتو يعني الطبيعي أنه هو مثلا يبقى قامة البطولة وهو سبب رقم واحد أن ده كان مفروض سامر إيتو تصيد بشكل كبير جدا عريس الإيفان لكن اللي موجود حاليا دلوقتي بالعكس هيتحسب عليه تنهاردة كمية الحالات اللي احنا بنشوفها حالات الكورونا اللي موجودة الأمن اللي يعني مش موجود بشكل أنه نحن تحمي النجوم دي اللي موجودة في أفريقيا ونجوم العالميين اللي موجودين اللي جايين التنظيم نفسه كل حاجات كتيرة جدا هتتحسب للأسف على سامر إيتو اللي هو كان مفروض بيحارب عشان الديكة تترفعه بشكل كبير جدا هنقول إيه غير إن ربنا يسطرها عليه دينا في مجموعتنا ولا ممكن الوضع يختلف في حالة السودان في حالة غير لا لا هي المباراة النهاردة اللي هيحسن فوز هيتصدر المجموعة يعني إن شاء الله احنا بتمني أن نحن نحسن فوز النهاردة إن شاء الله بإذن الله وإحنا زي ما قلت لك كريم الحقيقة عندنا تيم نقدر أن نحن نحقق به إن شاء الله بإذن الله الفوز يا مساهل الحال طيب إحنا هنستأذر حداك نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل فضله فضله عودة من جديد لفقراتنا الحوارية التانية والأخيرة في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وضيفنا العزيز اللي بنوارنا كابتن رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق واللي كنا بنتكلم معه في الجزء الأول من اللقاء عن كتير من الأمور المتعلقة بأكيد المنتخب وكنا وقفنا كمان عند تفصيلة إنه حداك كنت سألتك بسؤال كده سابق على رؤيتك مين اللقاء أو المتش اللي حيكون أقوى لمصر في مجموعتها فكان ردك وافي جدا الحقيقة ومنطقي فكرة إن اللي حيفوز النهاردة غالبا هو اللي حيتصدر المجموعة طيب بقيت المجموعات في رأيك مين اللي حيتصدر فيها يعني طبعا أنت عندك فيه منتخبات الحقيقة يعني عندك سنغال منتخب قوي جدا جدا ومرشحين كمان ورغم من إيه ده هما مبارح كمان بيلعبوا ونقصين حوالي أربع خمسة لعيبة عندهم في كورونا وعندهم طبعا بينتلكوا كمان مندي اللي هو الحرس مرمى تشيلس الحقيقة اللي هو بيعتبر من أفضل حراس المرمى في العالم حاليا دووقتي يعني ما عم طبعا إحنا حرسنا طبعا محمد الشناو الحقيقة عامل طبعا حالة كبيرة جدا جدا لكن السنغال في رأة تيم قوي جدا الجزائر تيم قوي جدا المغرب رغم برضك بينقصهم بارح حوالي أربع خمس لعيبة لكن قالك النالا عندي لعيبة تانية يعني اللعيبة البديلة لا لعيبة جهزين ولعيبة كويسين يعني عندك جزائر عندك مغرب عندك الحقيقة السنغال طبعا عندك نيجيريا النهاردة تيم قوي جدا وتيم هتلاقي مباراة قوية وفيها ندية كبيرة جدا فتحك هايبقى جيم مفتوح ولا هايبقى كل فريق مقفل وبيدفع لا يعني هو الجيم النهاردة اعتقد لنا نيجيريا هيجازفه ان هما يفتحوا الملعب عشان هو الاتنين هيحسبوها كده ولا منطقة مصر هيجازف ان هوا يفتح الملعب هو يحسبها هيقول لك اننا هايبقى مقفول يعني الشوت الاولاني لغاية احنا ربنا سهل وربنا يكرمنا ان احنا نهدف في الاول حقيقة الامور هتبقى افضل لنا لكن هما الاتنين ممكن يكونوا تفكيرهم مديرين الفانين وبيفكروا ان هما محدش يتغلب لانه بردك نقطة فيه نقطة مهمة جدا ان الغلب زي ما قلتلك هتبقى في الصدف وتصدر المجموعة صعبة صعبة جدا جدا لغاية لما نشوف هيحصل ايه النهاردة وربنا يكرمنا ويسطرها بعانا يا رب ان شاء الله يعني لغاية لما ده يحصل هل في رؤية حضرتك شايف ان احنا ممكن نفوس بالبطولة دي وهل حضرتك شايف ان احنا ممكن نوصل فعلا لنهائيات كاس العالم على الصعيد الاخر يعني انا بقولك يعني مرتبطة بفكر كروش مرتبطة يعني الفكر المدير الفني لان انا بقولك احنا بنمتلك لعيبة على مستوى عالي جدا 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 نقدر ان احنا نعمل بيهم الحقيقة بطولة افريقيا ونوصل فيها مربع زهبي بمنتهى سهولة ونحصص بطولة لكن مرتبطة بفكر كروش ونفس الحكاية وصلنا لكاس العالم او ان احنا نكسب المبراتين بتوع وصلنا لكاس العالم برضك نفس الحكاية مرتبطة بفكر كروش لو كانت جات لحددك اي فرصة هنتخل كده بشكل مجازي يعني لك هتجات لك فرصة ان انت تكتبع بكل اللعيبة قبل ماتش النهاردة قبل مقاقهم معنا يجري كنت هتقول لهم ايه يعني هقول لهم احنا كل التصراحات اللي انت سمعتوها الحقيقة من من مستر كروش لأ دي مش موجودة لان احنا منتخبنا منتخب كبير واكبر من اكبر المنتخبات اللي موجودة في افريقيا واحنا اكتر في رأحظين البطول افريقيا اللي احنا بنالعب فيها واحنا بنمتلك الحقيقة عناصر اللي انا هتكلم معهم الحقيقة نجوم كبار جدا يا انا ممكن محمد طبعا الشناوي بتكلم في اقرم توفيك بتكلم في الحقيقة حجازي بتكلم في الونش بتكلم في فتوح بتكلم في وسط ملعب أنت ممكن تعمل وسطه ملعب قوي جدا 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 الحقيقة إذا كان بطريقة اللعب اللي هو بيلعب بيها الاربعة تلاتة تلاتة ممكن تشتغل بحمد فتحي اللي هو أنا بعتبره أفضل رقم ستة موجود في أفريقيا لأن كل المباريات الحقيقة اللي حمد فتحي بشارك فيها مع النادي الأهلي. يمكن أنا أقولك حاجة كريم الحقيقة. إحنا يمكن الموسم اللي فات كان عندنا مشاكل في خط الدفاع. في مساحات كان بتتوجد في خط تدفعنا. ويمكن كان الوصول لمرمى النادي الأهلي كان فيه مؤمارات كتيرة كان سهل. الموسم ده توظيف الحقيقة حمد فتحي في التلاتة اللي تحت جنب بدر بنون وجنب آيبان أشرف. قفل المساحات دي كلها. ولو بيلعب بتلاتة أربعة تلاتة مصر موسمان الحقيقة. فعش كده أنا بقولك إحنا بنامتلك حمد فتحي كأفضل ستة موجود في أفريقيا كمان. في نفس الوقت إحنا عندنا لو بتلعب بالتلاتة عندك الحقيقة زيزو عمل حقيقة موسم هايل وموسم اللي فات كان هايل. ممكن يبقى هو ناحة المين. لأنه هو تمييزه كمان ناحة المين. وعندك ناحة الشمال. يعني أنا بختلف برضك معاه أنه هو بيفكر أنه هو بيلعب عبدالله سعيد. عبدالله سعيد مش هيعرف يعمل لك تمانية يعمل لك المت يارضة بقى أنه يقش 18 المفرين المنافس ويجع 18. مستوى تغير شوية في الفترة الأخيرة عبدالله سعيد. لا. يعني هو يمكن بدنيا أقل بكتير جدا. أنت بتكلم كريم الحقيقة عشان كده أنا كنت بتكلم على موضوع أفشى. أنت بتكلم في عبدالله سعيد في 2019 لما كانت البطولة عندنا هنا. للأسف شهيدة عبدالله كان بعيد جدا بدنيا. فما بقى لك أنت بتكلم النهاردة في 22. ففي مشكلة. لكن عندك بقى العيبة تانية تبقى بديلة. عندك ممكن لو أني استخدمتوا كناحة مثلا الشمال. لو إمام عشور. لو استخدمتوا ناحة الشمال الحقيقة. العناصر دي في حيوية وفي أن هما يقدر يدو لك الحقيقة التسعين ديئة بشكل قوي جدا. التحامات وكميات جاري وسرعات. عندك محمد صلاح طبعا نجمنا ونجم العالم حاليا دلوقتي ناحة اليمين. وعندك طبعا مرموش ناحة الشمال. أنا في رأيي أنه هو ما يستخدم محمد شريف جناح. لأنه لو استخدم كل ما بيستخدم محمد شريف. أنا في رأيي أنت عوصي لعب محمد شريف تلعبه راس حربة. مش هتلعبه راس حربة. بيخليه معاك يبقى بديل لو أنت عاوز مثلا تشغل آخر نصف ساعة أو عاوز تستخدمه في الشهوط التاني من أوله. مكان مصطفى محمد أعتقد ده التشكيلة اللي ممكن نقد بيها. على ذكر النقطة دي تكلمنا فيها كتير في اللقاء النهاردة وعلى مدار يمكن الأسبوع اللي فاتت الحقيقة. فكرة تاني فكرة أنه هو خلانا نشوف لعيبة متميزة جدا في مراكز معينة. وهو يستخدمه في مراكز تانية خالص مما يفقدهم الكثير من قوتهم وفعاليتهم. طبعا. أنا هسألك سؤال نميز حبيتي. أتفضل كريم. برضو أن أنا قاعد مع كابتن رمضان السيء. أتفضل كريم. 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 القز تاني خالص مما يخبرونه. لفترات طويلة. ومن خلال مباريات كثير. واللعيبة دي بيشوفوا بعض. هل في أي فرصة إن هم ينتفضوا على هذا الوضع جوى الملعب. جوى المباراة. كل واحد فيه هو وقف مكان مش مكانه. ومش عارف يقدي الأداء المعتاد بتاعه. هل في مساحة إن اللعبة تنتفض داخليا جوى أرضية الملعب. عشان يحققوا انتصار ما. وإلى دى مش وارد المدير الفني كلامه يمشي مهما كان مش منطقي لا هو بصنا هقولك حاجة هنقسها مثلا على إيه يا كريم هنقسها على محمد شريف بقولك أفضل مهاجف مصر الموسمين اللي فاتوا والموسم اللي فات هو هداف الدوري 22 هدف وفي نفس الوقت انت لما جيت غيرت له توظيف بتاعه وعملته جناح محمد شريف نزل مثلا من 9 من 10 لروح ل4 من 10 أنا لا إمكانياتي هقدر أعملك دي هذا اللي أتكلم عليه طبعا ينفع بقى اللعب ياثور لا 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 لعبني في مركزي وحسبني أنا كلعيب كورة مفروض ان انت توظفني في مركزي وبعدين حسبني لكن انت بدلوقتي اللعيبة اللي بتلعب في غير مركزها انت أصلا ما تدرشت حسبها صحيح لا انت كمدير فني ولا كجمهور والجمهور كمان جمهور واعي عندنا الجمهور المصر الحقيقة صحيح بدليل بكل بيمتقد التفصيل طبعا يعني أنا بقولك في لعيبة المفروض ان انت تاخد منها تسعة من عشرة او تمانية من عشرة انت بتاخد منها تلاتة بتاخد منها اربعة من عشرة بسبب التوظيف يعني اللي بعيد خالص العجيب اللي هو يعني هو معرفش هو يعني اللي تعاقد معايا لما جي تكلم معايا ولا ليه هو بتكلم على مصر كده يعني انت لجنة استعلاء اه فيه استعلاق وفيه كبر وفيه استخفاف بينا كمان يعني انت ايه بالجهاز المعاوني اللي معاك انا في رأيي ان مفيش ابدا يعني انا قلت قبل كده ان المفروض الجهاز المعاوني مترمض فيش ان هو متعاونش معاهم لا انا اروح اقدم استقالة وحطه هو بقى في حرج لكن انت النهاردة انا بيجي اقول لك مثلا لا ده محمد شريف مايلعبش هنا ده أفشا مايلعبش في المكان دوت في المركز دوت الحاجات دي كلها لا يعني الحاجات دي كلها قللت يعني يعني محمد شريف الموسم ده غير الموسم اللي فات وحدك تقول اللي انت بتقول ده كنت أنا مبتسم لاننا تحمل المسئولية يقدم استقالته ما بتحصلش عندنا كتير والله يا كريم انا في موقف زي كده انا لو محطوط مكان دية ومحطوط مكان محمد شاوي ومحطوط مكان عصام الحضري لازم عشان تعرف ايه هو الرجل ده وكمان اقول له ايه اصفا ان كل اسم منهم ليه تاريخ بالزبط يعني تاريخ وخبرة ومسكو منتخب مصر قبل كده يعني عصام الحضري يمكن جديد على مركز لأ انا بس اللي استقال ليه عشان اقول له لأ يا عم انت فوق فوق لان احنا برضك مفروض عندنا خبراتنا ولازم تتعاملنا معاملة ما فيهاش الكبر ده ما فيهاش التعالي لأ احنا عبر منتخبنا منك اه طبعا هيتقالوا ما معناه كده اه طبعا يعني انت لما تيجي بقى تقسة كمان كوطنية وكمنتخب مصر لأ انا انا عاوز منتخب مصر نحصد بطولة لكن اللي هو ماشي حاليا دلوقتي لا صعب طيب خلينا نروح بقى نرجع نكمل كلامنا مرة تانية عن النادي الاهلي وان شاء الله يوم الخميس الجاي فيه لقاء امام الجونة في رابطة الاندية فكرك غياب لعيبة اساسية عن هذا اللقاء هيبقى له فرق كبير ولا احنا جاهزين برضو لا هو يمكن بس اللي ممكن يعطلنا شوية الاربعة لعيبة اللي جالهم كورونا الحقيقة ونتمنى من ربنا ان يوم على يوم الخميس ان شاء الله بزن الله يبقى اللعبة دي كلها خلاص شفت ويخش وجوه الفرقة اعتقد ان احنا عكس ما بنتكلم على منتخب مصر او عكس ما بنتكلم على طولة العالم الاندية ان انت بتخسر عشرة عشرة من الاتمي الاساسي لكن احنا هنا لا بالعكس فيه لعيبة هتثبت وجودها وفيه لعيبة عوزة مستني الفرصة الحقيقة وعندنا نجوم كبار جدا وعندنا لعيبة كبيرة جدا يقدروا يثبت وجودهم في المسابقة اللي احنا بنتكلم عليها يعني الجملة الشهيرة بتاعت الاهل بمنحضر متحققة كده كده متحققة في كاسر ربط لكن عشان تيجي تقول بمنتهى الامانة المديد تتحقق في كاسر العالم الاندية لا هقول لك صعب يعني احنا اللحظة اللي مستنينها بالنكتير والبطولة اللي احنا عادين متعشبين فيها ومجرد مشاركتنا فيها شرف كبير يحصل معنا كده للأسف الشديد للأسف دي انا بقول لك يا كريم اول مرة في تاريخ الكورة من ساعة ما انشأت الحقيقة ان تلاقي في عدم تنصيق ما بين التحاد دولي والتحاد الافريكي ازاي يعني ده الفكر ده ازاي ده يخلي مين الاقرب للوصول للمباراة النهائية في كاسر العالم الاندية في رأي حضرتك يعني تعال نحيط مصر كده بس طبعا خلاص هتروح لتشيلسي تشيلسي تيم كو جدا يعني تشيلسي طبعا احنا بنتابعين هو الاقرب للنفوز بالبطولة طبعا طبعا تشيلسي الحقيقة احنا متابعين الدوري الانجليزي لا ده يمتلكه كمان هو دوري الابطال المسلم اللي فات وحاجة طبعا عندهم طبعا لعيبة على مستوى عالي جدا جدا يعني يمكن احنا زي ما قلتلك صعب هتبقى المباراة الاولانية بالنسبة لنا صعبة جدا بطولة العالم الاندية عشان انت بتفتقد عشرة لعيبة عشرة لعيبة مش عشرة لعيبة ايه يعني فيهم مثلا اربعة مثلا بشاركوش ده العشرة جوه الحد واشر يعني عشرة جوه الحد واشر دي اللي هتبقى مصعبة الامر علينا طبعا احنا عندنا في منظومة صناعة البطل يعني صناعة الابطال كرويا ليه ما عندناش خمسة وثلاثين محمد صلاح واربعة وتمانين تريزي جي ليه ما عندناش كده والله احنا عندنا لعيبة كتير ممكن تروح للسكة يمكن محمد صلاح الحقيقة كريم اتساءل في احد اللقاءات والحقيقة قال على بعض اللعيبة بس اهم حاجة اللعيب يشتغل على نفسه يعني محمد صلاح ما بقاش محمد صلاح اللي احنا كل العالم بيقول عليه انه افضل العيب في العالم حاليا دلوقتي إلا لا دراجة ده اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا ما بيش حد وصل للمكان دي حتى كريسينو رونالدو ميسي طبعا يعني كل اللعيبة الكبار بيشتغلوا على نفسه طبعا هقولك حاجة محمد صلاح الموسم ده بيعمل حاجات ما كادش عنده يعني الحاجات المراوغات اللي هي في مساحات ديقة اللي واحد اتنين تلاتة ويعمل سبعة ويعمل تمانية ومش عارف ايه الحاجات دي ما كادش عنده اشتغل على نفسه فيه مدرب جاي له راح له ناك عشان يزوده في الحتة دي النادي جايب له مدرب عشان يزوده في الحتة المهارة اللي هي في مساحات ديقة دي بقى اصناعة النجم اللي أنا بكلم طبعا طبعا هي بس اهم حاجة الطموح واننا اشتغل على نفسي كنجم عندنا نجوم الحقيقة نجوم كبار جدا جدا لو اشتغلت على نفسيها ممكن يروح للمكانة محمد صلاح بشكل سهل على كل الاحواد نرجع مرة تانية ونقول ربنا يكرمنا ويسترها علينا ابتداء من النهاردة ان شاء الله ساعة ستة كلنا بنتمنى ان نتابع مباراة قوية الاداء فيها يكون مرضي والنتيجة فيها تكون يعني مرضية هي كمان يا رب ده يحصل ان شاء الله كلنا حياة بتمنى كريم ان احنا ربنا وفقنا النهاردة ونعمل بداية قوية ونعمل بداية الحقيقة يعني نقول الناس احنا تيم مصر موجود وتساعدنا ان انا نقل بالصفحة اللي فاتت لان الصفحة اللي فاتت اللي فيها مزعجة يا رب خير ان شاء الله خارك نورتنا ربنا خليك كريم ونشوفك على خير شكرا يا كريم واكيد كل شكر حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهاردة بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء نبيكم وحلقة جديدة وعشر صبح في الاهلي صباح الكل عليك